دور محوري وفاعل تطلع به الخدمات الطبية الملكية في قوة دفاع البحرين وذلك من خلال تسخير كوادرها ومرافقها الصحية بل مرافقها الصحية لدعم مساندة الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا وذلك من خلال الاستعداد التام للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه فيها في قسم الطوارئ التابع للمستشفى العسكرية كوادر وطنية مخلصة ركزت جهودها لخدمة القطاع الصحي في المملكة ومساندة الفريق الوطني للتصدي للجائحة بدعم وتوجيه مستمر من اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد كتيبة الخدمات الطبية الملكية والتي تعمل ليلا نهارا لتوفير خدماتها الطبية في قسم الطوارئ والتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا قمنا بتجهيز أو بعدة تغييرات في قسم الطوارئ عشان تلائم مرضى كوفيد ومنها النقطة التصنيف في بداية دخول المريض إلى قسم الطوارئ هنا نحدد هل المريض كوفيد ولا مشتبه فيه بالإصابة أو مريض عادي عشان نفصل بين هذين المرضى عشان نأكد حماية المرضى الغير المصابين فيتم عزلهم من البداية قبل دخولهم قسم الطوارئ بعدين في تجهيزات أخرى قمنا بها اللي هي زيادة عدد غرف العزل عندنا في قسم الطوارئ كان عندي في البداية تحت غرفتين عزل الآن تم استحداث ست غرف عزل في واحدة من الغرف مثلا فيها أربع أسرة ممكن نستوعب فيها أربع مرضى كوفيد نحطهم مع بعض ما في مشكلة إذا حطيتهم مع بعض في غرفة عزل متنقلة عندي في الطوارئ من الأشياء اللي سويناها عندنا في الطابق الأول كان عندنا اللي يسلمك وحدة الحالات القصيرة تم تحويلها أيضا إلى وحدة كورونا الآن نستقبل فيها تقريبا 13 مريض كوفيد في هذه القراف بالإضافة طبعا إلى تدريب الطاقة من طبي من أطباء مرضين لأنهم يشتغلون مع المرضى 24 ساعة فلازم أن تتجهزهم طبيا تجهزهم شلون يستقبلون شلون يتعابلون مع المرضى نفسيا لأنهم يشتغلون 24 ساعة فكل هذه الأشياء تم تغييرها بقسم الطوارئ تفاعلا مع متطلبات المرهلة ومن منطلق المسئولية الوطنية التي تحملها الخدمات الطبية الملكية عمل قسم الطوارئ في المستشفى العسكري على تطوير وتعزيز جاهزيته للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بالفيروس دون تأثير على سير عمل القسم بالتعامل مع الحالات الطارئة طبعا مثل ما شرحت نحن جزء من الفريق الوطني فتعاوننا يبتدي في البداية مع الأسعاف الوطني لما المريض يتصل مريض الكوفيد يتصل بالأسعاف الوطني ونحن نتم نستقبله فهذا تعاون مباشر بيننا وبين الأسعاف الوطني طبعا في تعاون مباشر أيضا بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية وأكثرها من طبعا مستشفى السلمانية ومستشفى الملك حمل ففي تعاون مباشر بين جميع الأطراف أيضا لتهيئة العلاج المناسب والرعاية الصحية لهؤلاء المرضى قسم الطوارئ يستقبل المرضى مع بداية جاحة الكورونا من فبراير 2020 نستقبل جميع الحالات الحارجة والمتوسطة طبعا نشتغل 24 ساعة وإيمانا وإحنا جزء من الخطة خطة الطوارئ للمستشفي العسكري أو الفريق الوطني لمكفحة جاحة الكورونا جهزية عالية وتعامل احترافي تم الترجمته على أرض الواقع من خلال مباشرة الحالات المصابة بالفيروس والاستعداد التام للتعامل مع مختلف الظروف بروح وطنية عالية خلية نحل طبية تتعامل مع مختلف الحالات المصابة بفيروس كورونا وغير المصابة هنا في قسم الطوارئ التابع للخدمات الطبية الملكية حيث يتم التعامل بكل احترافية من خلال أفريقا عمل متدربة وكوادر وطنية تعمل على مدار الساعة لخدمة وطنهم البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين